اشتركوا في القناة وطيب اهله ارحب بكم وارحب بكل الزملاء المتابعين والزملاء الاعضاء في اتحاد الادباء ومنهم الشعراء والادباء بشكل عام اجمل ترحيب حياك الله اهلا وسهلا بك نورتنا وشرحتنا اليلة وان شاء الله الدقائق القادمة معك ستكون مليئة بالجمال والالق الجمال جمالكم وجمال تقديمكم لهذا البرنامج الجميل الرائع استاذ تحسين نبدأ معك القصيدة نعم سأقرأ احدى قصائدي في اخر مجموعة اصدرتها وهي المجموعة الثالثة مبارك جدا السلامك الله القصيدة بعنوان احببتك بالثلاث منذ الف وتسعمائة واثنين وسبعين احبك كان يكتبني عنوانك على شفاه الفرات تحمر الكلمات وتقشر صمتي وانت ما زلت تسألين هل تحبني تحمر الكلمات وتقشر صمتي وانت ما زلت تسألين هل تحبني يا فصولي التي التحفت يا فصولي التي التحفتها والتحفتني لا تسألين فاني احبك بالثلاث كلمة لن يطعها غيري بها حررتك من ظن النساء فطلقيني من شرقيت منذ كنا في أصلاب الحب منذ كنا في أصلاب الحب نفتل الغيب ونصلي معمدين بالأمل منذ كنا في أصلاب الحب نقبل الغيب ونصلي معمدين بالأمل تشرحنا الحياة يشدنا الحنين للوجود في قصيدة تنبضنا عراتا إلا من الحب أما زلت تسألين ألا تذكرين يا أضلاع آهي ما خلا ظلعي الذي لا يتألم فقد وهبته لحكيم الغرام عَلَّهُ يَرْتَقِي فِي الْأَحْبَارِ جنود الأشقي تسع وتسعون حكمة وواحد أخفاه الله إلا عن العاشقين بحت به لك وما كنت من الخائنين أحببتك بالثلاث ثلاث ماءة مما يعد شوقي كنت في الرقيم أبحث عن أجزائي الخمسة قيل سادسهم قلبي باصط خافقيه في الوريد كنت في الرقيم أبحث عن أجزائي الخمسة قيل سادسهم قلبي باصط خافقيه في الوريد آهن آهن لو اطلعت عليهم آهن لو اطلعت عليهم لأعلنت قراراً وأجهرتي جنونك بين دموعنا تعالي الدموع تعميد للسكارة مثلنا وتوثيق لدورة الحياة تعالي لا تستعجل السؤال فللسؤال أجهبة من نار أخاف من كيها لي ولي لكني سأختصرها وأقول أحببتك بالثلاث هذه القصيدة الأولى والآن سوف أنتبل للقصيدة الثانية التي بعنوان حجامة قل استاذ تحسين تسمعني؟ نعم الله يخليك يا رب نعم أسمعك نعم ندع النص الثاني أم ندع النص الثاني إلى نهاية الفقرة نعم نعم كما تشاء طيب يعني هاي الموسيقية العالية في النص اللي قرأت قبل قليل يعني حضرتك مهتم بالموسيقى والغناء واعتقد تجيد العزف على أكثر من آلة صحيح؟ نعم نعم أجيد أجيد العزف على آلة العودي والكمان أها وقرأت لك بعض المقالات النقدية في النقد الموسيقي يعني سابقا كان النقد يعني النقد لما يتناول الأغنية يأخذ الجانب الموسيقي فقط فيها حضرتك يعني من قلال المقالات اللي قرأتها حضرتك تتناول الأغنية في كل يعني موسيقى وكلمات وحتى تصوير في بعض الأحيان يعني هل نحن أمام نقد نقطع أعتقد الاتصال مع الأستاذ عامر مع الأستاذ تحسين طيب نتواصل معكم أيها الأحبة لحين عودت الأستاذ تحسين حياكم الله أسمعك جيد نعم يعني السؤال هو هل نحن أمام تسمية جديدة للنقد الموسيقي يعني نستطيع أن نسمي ما يكتب الأستاذ تحسين عباس نقد غنائي في الحقيقة أنا أطلعت على النقد السابق القراءات النقدية التي كانت تكتب في أصحف في العهد السابق كانت القراءات والنصوص النقدية تتناول النص الموسيقي أو فلنقول الجمل الموسيقية أحيانا أسمي الموسيقى نص صوتي فكانت تتناول التحليل كيف تتكون هذه الأغنية من أي مقام وكم مقام تكونت وكيف انتقلت إلى أي إيقاع وزمن انتقلت وهكذا ثم يعرج الناقد على المغني هل أجاد في هذه الأغنية الغناء وهل تعثرت حنجرته أم لا أنا رأيت أن مثل هذا النص أو مثل هذه القراءة أنها تحتاج إلى التعرض إلى النص الغنائي نص الأغنية نص الأغنية يجب أن يحلله نارد فيعرف اتجاهاته السيميائية العلاماتية كيف ما يريد تحليله لكي يعرف أنه موضوع هذا النص هل هو موضوع حزين هل هو موضوع شكوى هل هو موضوع اختلاف المواضيع التي يتعرض إليها النص كذلك يحتاج إلى أن يقارنه مع الجمل الموسيقية هل كانت الجمل الموسيقية حزينة كما هو النص أم النص حماسي هل كانت الجمل الموسيقية حماسية فلذلك فكرت أن أجمع ما بين النص ما بين النقد الأدبي للنص الغنائي وما بين النقد الموسيقي للجمل الموسيقية في تحليلها لأنني رأيت أن هذا الشكل يكون كامنا عندما أتعرض لتحليل النص الأدبي وتحليل الجمل الموسيقية فإن قلت أن هذا النص القراءة هي قراءة غنائية في النقد الغنائي يعني معناها أنا تعرضت إلى النقد المطرب أو المغني فقط وإن قلت أنه نقد موسيقي معناها قد تعرضت إلى نقد الموسيقى فقط فأنا جمعت هذين النقدين وسأترك التسمية للمختصين في النقد الحديث لربما هو شيء من النقد الثقافي لربما شيء نقد يمكن أن ينتفع به النقد الثقافي من جهة أخرى جميل جداً جميل جداً ولمحة مميزة أن يكون أو يندرج تحت إطار النقد الثقافي أستاذ تحسين يعني حضرتك كتبت كل أنواع الشعر تقريباً العمود والتفعيلة والنثر أين يجد الشاعر تحسين عباس نفسه؟ في الحقيقة نعم نعم في الحقيقة كتبت أول بداياتي في كتابة الشعر كانت كتبت الشعر العمودي واستطربت به كثيراً ولازلت أكتب الشعر العمودي لكن أحتاجه أحياناً في النصوص التي في الأعمال التي تطلب مني تلحيناً من قبل النشاط المدرسية ومن قبل منظمات أخرى فأضطر لكتابة الشعر العمودي لأن الشعر العمودي كما تعلم فيه الموسيقى الداخلية والخارجية ومقفة وهو الشعر المثالي لأن يلحن صحيح فالشعر العمودي طبعاً وأكتب الشعر العمودي بالطريقة الغنائية التي تؤهل أن يكون نشيداً للأطفال أو نشيداً للقلاب يعني في أعمار متقدمة أما أين أجد نفسي فحقيقة أنا وجدت نفسي في قصيدة النثر أو مؤخراً كتبت النص المفتوح أرى فيه فضاء أكثر اتساعاً وأستطرب في خياله أو أستلذ في خياله تركت الاستطراب في الشعر العمودي طبعاً لأنه ملك الاستطراب لكن اللذة والاستلذات وجدتها في النص النثري نتمنى أن يكون هناك الثورة الحقيقية للنص المفتوح من العراق كما عهدنا العراق دائماً هو صاحب الثورات الكبيرة في التغيير الأدبي والشعري أستاذ تحسين أن أمكن أن نختم بنص نعم النص بعنوان حجامة قلب ما وراء الصمت قصة معبأة بالشفاه ظلام بنكهة البرد يتكور بين أحضانه المساء هاجس يشتل خطواتنا على قرابة وريد من الشوق هكذا يحترق السكون بلحظة حمراء تضيء اختباء حيائنا فيتعرى الوقت بسلام على رائحة التفاصيل أجثو أجثو على رغبتي كي أدثرك بحرماني فتسيل من وجهي السنين الشاحبة إلى حيث توارين ضالتي الحب في عينيك خاثرة ليل أشرب من رائحة بشعرها لعزلة أخرى ترتلني كيفما تشاء على سرير المواويل ما هي إلا أغنية أولى ألفتها آهك المثخنة به الصبا زمزم حتى ألفيتني أقد جنوني من خلاف حسك المزمن في لهفتي نوتات حب من بقايا عشتار والعطور الحمر التي نقشتها في فراشي أرهقت ذاكرتي بالتكرار حين تنادينني أن تبادل خواتيم الدفء في قران يشهده جيل من مشاعرنا تنبجس من فحولتي تواريخ العشق في كل قبلة أسكبها من صبري لا تغادرني إلا وقد حجمت قلبي من سواكي أسلسل صمتي كيف توضأ بهمسكي خيالي واختلت بقنوتي قصيدة ما زلت أتناسل من حرفها ما زلت أتلظى ما زلت أتلظى بفحواها ما حيلتي أرشفتني واستلذت بانشغالي ما حيلتي أرشفتني واستلذت بانشغالي لا أبرح نفسي إلا وقد استفاق في نيتي وشم ينزفني بكل ما أوتي من ليل تلتح فينا فوضايا فأطعمك تنهيدا يبخر لقاءنا بالحب على أرائك من عطش نرى تقلبنا في العاشقين تطوين شراشف السكينة تقشرنا الآهات ببط يبثنا الصباح باسمين بلا أصابها تطوين شراشف السكينة تقشرنا الآهات ببط يبثنا الصباح باسمين بلا أصابها وشكرا لكم ولحسن استماعكم شكرا جزيلا لك أستاذ تحسين على ما نترت من جمال وشعرا في هذه الليلة التي حفيتموها بألقكم وإبداعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر